حققت الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده نتائج مشجعة اطلاق عدة مشاريع خلال السوداسية الأول من سنة 2022 حيث تمكنت الوكالة من تحويل 41.200 سيارة من البنزين إلى وقود غاز البترول المميع من أصل 50 ألف المبرمجة أساساً من خلال 549 ورشة تركيب مختارة من طرف الوكالة موزعة على 52 ولاية والتي مكنت من توفير 1700 منصب عمل مباشر هذا وأكد البيان أن الوكالة انطلقت في تركيب 25.350 مصباح فعال للإنارة العمومية وألف سخان ماء شمسي بالإضافة إلى إطلاق مشروع العزل الحراري لألف مسكن موجود موجه للخواص المهتمين والمؤهلين